هذا الرجل الوحيد هو اللي يطبع الكتب المدرسية نعم كانت عدة مطبعة النهرين باحة الوزارة التربية هي كل ما تسوى 4 ملايين باحة ب20 مليون 20 مليون دولار يعني احنا هاي المطبعة ليش هي مطبعة النهرين اشتراتها وزارة التربية غير تطبع بهالكتب المدرسية انا ليش انطيها المثنة يطبعها بعمان ويطبعها في لبنان ويطبعها بتركيا يا أخو والله مشكلة ولا واحد يحاسب ولا هسه هسه الأخوة بالإصلاح الوطني انتبهوا إلى مشكلة أنه ترى بعد تعطيل الكتب بعد ما موزع الكتب يا بليش ترى هذا السام الرائي هو اللي مستحوذ على هاي الأمور يعني الشركة الوفاق اللي سواها للطباعة والنشر وحجت وياها هيئة النزاهة وقالت هاي الاتفاق غير صحيح والعقد غير صحيح عدة عدة أمور عدة أمور كبيرة جدا أستاذ نجم إذا تدخل يحجي ويا الوزيرة هو اللي يعين الوزراء هو اللي يجيب الوزراء بروح يسوي يقول هذا أريد وزير يجي الوزير فهو يكون يشتري الوزير ويشتري المدراء العامين هاي بصراحة هاي بصراحة بصراحة هذا مور رئيس سنوب رئيس كتلة رئيس كتلة الحل لقاي شنو هذا هذا منه هذا هذا من اللي بظهرة يعني ما حد يحاسبه لا نزاهة لا قضاء وانتقلت أشرت أنه لحنا عدنا قضاء شجاع قضاء يحارم الفاسدين لا أنا اليوم عندي ملفات كبيرة جدا ملفات إنهم إذا تنفتح ورؤساء كتل بيها